أسل بي بي سي عبد البصير حسن وعود إلى ضيفنا في الستوديو من جديد عصام عكريماوي ما هو تاريخ الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة كان هناك احتلال كامل في فترة من الفترات ثم خرج الإسرائيليون يعني لا يبدو أن سيناريو الاحتلال من جديد هو براق أو جذاب بالنسبة للجانب الإسرائيلي أليس كذلك؟ معروف أن الأجهزة الأمنية الجيش والمخابرات في إسرائيل ما فتأت تحذر من الإقدام على اجتياح بري لأن خلال الأعوام الماضية منذ أن انسحبت إسرائيل من بعض المستوطنات التي كانت في قطاع غزة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الآن لديها استعدادات وربما تعرف كيف تتعامل مع الجيش الإسرائيلي إذا ما أقدم على اجتياح بري رغم أن هناك فارق كبير مثلا في القوة العسكرية بين حماس وإسرائيل لكن هناك تحذيرات حقيقية من الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل من الإقدام على مثل هذه الخطوة لذلك رأينا في الأعوام الماضية أن إسرائيل كانت تلجأ إلى القصف الجوي وأحيانا القصف بالمدفعية لكن امتنعت عن الدخول في حرب بري أو اجتياح بري لقطاع غزة شكرا جزيلا لك من لندن مراسل بي بي سي عصام أكريم